بسم الله الرحمن الرحيم يقال إن رجلا في أيام الدولة الأموية كان يمشي على نهر دجلة في بغداد فوجد رجلا غريقا يناديه ويستغيث به فأنقذه هذا الرجل فلما أخرجه قال له ما طلبتك أنا الحجاج بن يوسف الثقفي فقال له هذا الرجل الذي أنقذه عندي طلب واحد قال وما هو قال لا تخبر الناس أنني قد أنقذتك هذه طرفة لم تخل منها كتب الأدب يصور فيها الناس ما جرى في زمن الحجاج من ظلم وبطش عظيم الحجاج بن يوسف الثقفي أحد عباقرة العصر الأموية دهاء ومكرا وفصاحة وبيانا وحرصا على تثبيت دعائم الدولة الأموية وقد اختلف الناس في أمره اختلافا كثيرا جدا حتى إن الحجاج لما رأى اختلاف الناس صعد المنظر مرة وقال الحجاج كافر فتعجب الناس لما يكفر الحجاج نفسه فقال لهم الحجاج كافر بالطاغوت مؤمن بالله الحجاج بن يوسف الثقفي يعتبر من أشهر ولاة العراق وغيرها من الولايات في أيام الدولة الأموية وكان من أمره أن عبد الملك المروان شكى لوزيره روح بن زنباع أن الناس لا يطيعونه فإذا أراد أن ينزل منزلا لم ينزلوا وإذا أراد أن يرحل لم يرحلوا فوجد فيهم شيئا من العصيان فقال له روح عندي رجل يثبت الناس ويجعلهم يطيعوك قال من هو؟ قال الحجاج بن يوسف الثقفي والحجاج بن يوسف الثقفي قد نشع في الطائف وكان والده وهو أيضا معلمين فجاء إلى دمشق واستقر بها زمنا والحجاج عسكري ترقى في العسكرية حتى صار من أهل القوة والبتش فأخذه عبد الملك وعينه على الجيش فصار الجيش منضبطا لشدة الحجاج بن يوسف الثقفي أخباره كثيرة جدا لكن من أجل أخباره ما يتعلق في بداية أمره في أيام عبد الملك بن مروان فإن عبد الملك استعان به في توطيد حكمه في العراق واستطاع أن يقتل مصعب بن الزبير وأن يتوجه إلى مكة وأن يقتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله عنه وعلى الله وكان ظلوما غشوما سفاكا للدماء حتى إن كثيرا من التابعين في زمانه كانوا يدعون عليه لشدة ظلمه وبتشه وقد قتل من التابعين مقتلة عظيمة جدا بل إن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه تضايق منه جدا لما رأى شدة من الحجاج معه وقد قتل الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي قال فيه الربيع بن خثيم رحمه الله ما تسعيد بن جبير وما رجل على وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه حتى إن سعيدا قد دعا عليه بعد أو قبل أن يقتله وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي استطاع الحجاج أن يوطد الحكم لبني أمية في العراق بشدته غير المنضبطة حتى إنه في يوم من الأيام يذكر جاء للحجاج بجماعة من الرجال وكان من جملتهم رجل قد خرج أخوه مع جيش ابن الأشعث فيما يسمى بجيش الطواويس الذين ثاروا على الحجاج على دولة بني أمية فجاء الناس بهذا الرجل للحجاج وقال له أيها الأمير إنه قد رفع اسمي من الديوان العطاء الذي أخذه رفع اسمي منه فلن أخذ شيئا وجردت من مالي وهدمت داري لأن أخي خرج مع ابن الأشعث يعني لست أنا قال له الحجاج جانيك من يجني عليك وقد تعد الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المقارف صاحب الذنب قال له أيها الأمير خير من ذلك قول الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال ما عاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متى على عنده قال صدق الله وكذب الشاعر أرجع اسمه إلى الديوان وأعيد بناء داره وأمر بأن يحسن إليه الحقيقة يا سادة من يقرأ في كتب التاريخ يجد شيئا كثيرا عن الحجاج حتى إن كثيرا من هذه القصص والحكايات إنما هي من نسج الكتاب وأصحاب الخيال وهكذا نحن معاشر العرب نأتي إلى الشخصية التي عرفت بالكرم مثلا كحاتم الطائي وهو رجل لا شك في كرمه لكن نأتي بقصص لم تجري في زمانه وننسبها إليه أو نأتي إلى رجل معروف بالشجاعة وننسب له قصص لم تجري في زمانه لكنها تنسب إليه وهو رجل معروف بالشجاعة كأن ترى على سبيل المثال في أيام الدولة العبيدية لما رأى العبيديون كثرة الثورات التي كانت عند الناس في مصر وغيرها أشار عليهم بعض الناس أن يأتوا بالقصاص فيحكون لهم وللناس ما يتعلق بقصص أصحاب البطولات والشجاعات والفروسيات حتى يشغلوا الناس فجاءوا بقصة عن ترها وبقصة أبي زيد الهلالي وهي قصص لا تكاد تصل إلى صفحتين أو ثلاثة لكن نفختا نفخة عظيمة حتى وصلت إلى ثلاثمائة أو أربعمائة صفحة وهكذا صنعنا مع الحجاج فالحجاج رمز معروف ببطشه وشدته وجبروته وطغيانه فصرنا ننسب إليه قصصا لا أصل لها كقصة ذلك الرجل الذي يقال بأنه أنقذ الحجاج من الغرق لكن المؤرخين المنصفين تناولوا سيرة الحجاج فأثنوا عليه حول ما يتعلق بحرصه على العربية فهو من أفصح أهل زمانه وما يتعلق بجهاده فهو ممن رفع راية الجهاد في بلاد شرق آسيا وبلاد ما وراء النهر وكان يرسل الجيوش الفاتحة معظما لهذا الأمر معظما لأمر الصلاة والصوم لكنه مع ذلك كان ظلوما غشوما جبارا سفاكا للدماء حتى قال الذهبي رحمه الله وله حسنات مغمورة في بحور سيئاته لا نحبه بل نسبه لشدة ظلمه وبطشه ونحن اليوم في هذا الزمان بيننا وبين الحجاج ما يقرب من ألف وثلاثمائة سنة لم نذق مرارة حكمه ولم يأتنا شيء من نار بطشه ولذلك نروي ما يحدث به الناس وفعلا هناك مبالغة فيما يتعلق بالحجاج من حيث الظلم والبطش والجبروت لكن لا يعني هذا أن ننسب إليه ما لم يثبت عنه ومن ذلك على سبيل المثال موقف الحجاج من آل البيت فالشيعة كما نعرف لا يجلون الأمر الحجاج بل يسبونه ويلعنونه بل وقد يكفرونه ومع ذلك فإن الحجاج ينسب إليه أنه كان يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بل إنه كان يحسن لعبد الله بن جعفر رحمه الله تعالى وأراد أن يتزوج بلت عبد الله بن جعفر لولا أن خالد بن يزيد بن معاوية كلم عبد الملك بن مروان وقال له لا يتم هذا الزواج قال وما يمنعني أن أتم زواجا في مثل هذا قال أيها الأمير إنه ليس أحد في قلبي أبغض من آل الزبير وقد تزوجت منهم حتى أحببتهم أكثر من حبي لآل يزيد كما قال خالد بن يزيد وهو يمدح زوجته التي يحب آل الزبير أحب آل الزبير من أجل حبها ومن حبها أحببت أخوالها كلبا فقال قد أحببت بحبا كبير فإني أخشى إذا تزوج الحجاج من آل جعفر أن يحبهم حبا يطغي على حبه لبني أمية فتبطن عبد الملك وأبطل هذا الزواج ومع ذلك كان الحجاج يحسن لآل جعفر ويكرم عبد الله بن جعفر لكن في المقابل كان هناك ممارسات لا يمكن أن تنسى من التاريخ حتى إن الحسن البصل رحمه الله لما مات الحجاج قال اللهم كما أمدته فأمد سنته لا نريد سنته بيننا وسجد لله شكرا وسجد لله شكرا وحمد الله ابن كيسان طاوس ابن كيسان من أشهر التابعين ودعا عليه دعوة عظيمة وكان الحجاج يدرك هذه الكراهية الموجودة عند الناس وكما قلنا أخباره كثيرة يصعب حصرها لكن هذا جزء منها توفي الحجاج في سنة 95 من الهجرة وعمره ما يقوم من خمسة وخمسين عاما له حسنات كثيرة لا يمكن أن تنكر وفي المقابل له سيئات ينبغي أن تذكر نراكم على خير ضمن هذه السلسلة تاريخ الأمم تاريخ الأممم